تستعنف الفراق السعودية المنافسات الصارمة ما بين فردية وفراقية ضمن مصابقة المحاربة السنوية التاسعة في الأردن 2017 وعدد من الفعاليات الصعبة جدا كانت بالمرصاد لكن العزم والإرادة وروح الفريق الواحد كانت هي الأساس لدى المشاركين السعوديين المسابقة هذه مسابقة تحمل عالي والياقة بدنية هو رماية طبعا من خلالها يتم ظهار قدرات عنصر لمكافحة الارهاب يتم فيها تخطي للحواجز كما يتم فيها دخول الخندق المائي ووضع العنصر في أصعب الظروف بعد ذلك يتم الرماية على أهداف متعددة من أسلحة مختلفة بعد ذلك يتم الانتقال إلى مرتفع يتم من خلالها الرماية القناصة على مسافات بعيدة طبعا كل الكلام هذا يتم بالتزامن مع حمل دمية تزن 45 كيلو تجهيزات وتوجيهات وتصميم على أن عالم المملكة العربية السعودية يجب أن يكون في الصفوف الأولى فالانتماء والعزيمة على تحقيق الهدف كان هو الأساس امتحانات صعبة وتحديات أصعب في الميدان طبيعة المسابقة طبعا اقتحام مبنى التعامل مع إرهابيين داخل هذا المبنى فيه كذلك رهائن أنت تتعامل مع الهم من الأشخاص المطلبين عندك تطهير كامل في المنطقة وفي الدورة الثالث يكون عندك مصاب تأخذ هذا المصاب طبعا المصاب عندهم على شكل وزن تأخذ معك وتنزله إلى نقطة البداية إن أهمية هذه المصابقة السنوية للمحارب تعكس الهدف الذي أنشئ من أجله مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة والذي يقدم خدمات تدريبية نوعية ومتقدمة وفق أحدث المعايير الدولية في مجالات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية أيضا لما يتمتع به المركز من بنية تحتية متقدمة تحديات كبيرة تواجهها الفراق السعودية تحت عامل الضغط النفسي والجسدي هنا في مصابقة المحارب أما الإصرار والتوقيت السريع والسليم فهما الفيصل للوصول إلى الفوض لقناة الإخبارية ميسود يونس عمان